السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة دائما الهوشنال جسفة إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير تكونوا فرحانين تكونوا نشطين تكونوا أمور ديلكم زينة وتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات المتتبعات اللغزلات الوفيات على القناة دائما الهوشنال لغصة ديالي ومولا الوصفة ديالي من شاء الله وبإذن الله تعالى ستكون وصفة مختصة بالجسم وتحديدا لتخصيص البطن والتخلص من دهون المتراكمة من البطن البارز اللي سيكون هكذا كان خارج كما سنقولو إحنا بواسطة المشروب الغازي كوكاكولا كمكوين رئيسي إن شاء الله معنا مكوينات واحدة أخرى اللي غايزيدو يعطيو فعالي الوصفة مشيغل المشروب الغازي بوحدته لأنه بوحدته باش نكون صراحين ما عندو حتى شي نتيجة فمع مكوينات واحدة أخرين اللي هما فعالين بخصوص تخصيص كتكون نتيجة ونتيجة سحرية وهذا الشي يعني رأى الناس اللي مجربين هدل غوصة بمشروب الغازي كوكاكولا رأى عارفينها لأنه بعض النساء ولبعض الأشخاص كيسؤلون يفتع عليك كيفاش المشروب الغازي كوكاكولا ممكن يعطينا نتيجة وإنما بزفة النساء جربوه الحمد لله لقوا عليه نتعيج مشيغل النساء وإنما حتى الرجال فوصفة اليوم هي الجنسين معا وإن شاء الله كانوا يقول أي شخص يجربها لأنه بعض المرات كيما تنقولو إحنا إلا زقنا شي حاجة رأى الوصفة ما كتنجح شرع حاجة بينه واضحة خصوصا في الأشياء الطبيعية لكتبغي وقت وكتبغي مداومة وكتبغي تكرار وكتبغي استمرار هذه مسألة يعني رأيها معروفة فقبل ما نشون تعرفوا على مكونات هدل الغوصات والطريقة للتحضر ديلها والطريقة للإستخدام والإستعمال ديلا كذلك فنبغي نرحب بكم قول لكم مرحبا بكم والف مرحبا في القناة ديلكم في العائلة ديلكم بتنسوش تنضموا لنا بالضغط على زي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس لكي يعني توصلوا بكل ما هو جديد تخلوا لنا تعليقات ديلكم اقترحات ديلكم السفسارات ديلكم وكل ما كيتعلق بكم في كومنت وما تبخلوش عليها باللايك حبيباتي باش هكذا نزيد نقدم لكم كل ما هو جديد ونزيد نتعب أكتر وأكتر نجيب لكم الأشياء اللي غادي تفيدكم والأشياء اللي غادي تستفدوا منها وحتى نرحب أي حاجة تقدروا تقدرت يعني هكذا نستفد منها ونقدر أنني يعني تتفيدني في إطار أو في مجال الوصفات الطبيعية الحمد لله وأكيد نمشوف وش نتعرف على مكونات الوصف باش هكذا مضووش عليكم كتر فكي ما قلت لكم غادي نحتاجوا المشروب الغازي كوكاكولا هذا رمعروف جدا ستحتاجوا غير كيمية قليلة حاولوا تأخذوا غير كيمية ديال نصف لتر أو أقل ديال هاد المشروب باش تعملوا في هاد الغازيت ما تأخذوش كيمية كثيرة لكنتو بيتو غير لتعملوا في هاد الغازيت بوحديثة بالنسبة الثاني مكوين فان شاء الله غا نحتاج معكم هنية سكين جبير سواء بودرة أو للتازج إلا كان تازج يكون أفضل دائما هاد النقطة نقولها لكم ناس لي ما عارفين كيفاش يعملوا للتازج فما عليكم إلا تجيبوا الكيمية المناسبة وتحاولوا توصلوهم بعد نشفوهم بعد تبشروه أو لا تحكوه في الحكاكة و بعد تستخدموه سهل ماهل كما سنقولو بالنسبة الثاني أو ثالث مكوين عفوا لهو الكامون البلدي وبالنسبة الآخر مكوين إن شاء الله معنا ببودرة لهو القرفة أو للدارسين هاد ثلاثة المكوين ترى معروفين دائما الحمد لله كنشاركهم معكم بخصوص تخصيص يعني ولو معروفين ومهمين لدرجة كبيرة في الوصفات اللي كيكونوا كده ينقصوا بهم الوزن وخصوصا الوصفات اليوم هي عبارة عن إلاج موضعي ليست الأكل وليست الشرب وإنما بزافة نساء وليس بزافة الأشخاص سولوني على المشروبات لتخصيص الوزن فإن شاء الله نعملهم لكم في القناة واستقبلا فقط تكونوا مشتركين بالضغط هل يزيل الاشتراك وفعلي نزيل الجرس باش هكذا توصلوا بكل ما هو جديد أي فيديو نزلتوا في أي وقتها سواء في الصباح ولا في العشية ولا في الليل فيجيكم إشار بأنني نزلت فيديو بخصوص آخر مكون هل نستخدم معكم أنا هنا واحد الكريم زوين بحلو بحل الكريم ديال غليسوليد يعني معروف هدا غليسيرين كريم أصلي هتلقوه عند العطارة عفوا عند الناس اللي كيبيعو مواد تجميل أولا في المحلات تجارية الكبرى أو الصخرى ماشي عند العطارة عفوا فغادي نحتاجو هاد الكريم هادا إلا ما توفرش عندكم ممكن تلجؤوه الكريم العادي اللي هو كريم غليسوليد إلا ما توفرش عندكم هاد جوج كريمات فممكن تلجؤوه هاد كريم نيفيا على ما أعتقدره كل شي نيسا عندهم هاد الكريم لأنه زوين وتمديلو الحمد لله جيد مناسب إلا ما توفرش عندكم هاد ثلاثة الكريمات فممكن تلجؤو الفازلين أو لا أي كريم سائل توفر عندكم مهم هو تحسو باللوصفة يعني كريمية باش هكدار مقوون دهنو بها ما سكونش جارية هادي مسألتها ضرورية ونبغي نوضحها إن شاء الله وآخر مكوين هو البلاستيك الغذائي أولا النايلون باش للفوها كده على البطن ديان فهاد شي اللي كين ده بندوز معكم لطريقة تحضير الوصف واش منطولش عليكم كتر فبسم الله غادي نحتاج هنا يا معلقة ديال سكينجبير معلقة ديال كامون ومعلقة ديال القرفة اشتركوا في القناة ما حطره ما اشتركوا في القناة ما عملتش كمية كبيرة ولكتيرة اضافة الكريم اضافة الكريم او كريم نيفيا مهم غير نوعية ممتازة فهو مزيان اخذ ملعقة أخرى من الأحسن اضافة الكريم نحاول نخلطه خلطه مزيد الوصفة حتى تصبح بقوام عاقد ومن بعد ما تصبح بهذا الشكل نضعها في العلبة محكمة الإغلاق نستخدم هذه الوصفة نطبقها على البطن وعلى أي منطقة فيها دهون ونستخدم هذه البلاستيك الغذائي على أي منطقة فيها دهون المتراكمة ونجعل الوصفة مصباح تلع شيعة بعد أن نصل إلى منطقة البطن ونضهن هذه الخطوط بيضاء وحمراء بأي زيت توفر سواء زيت اللوز الحلو زيت الأرقال مهم أي زيت توفر عندنا ندهنو به البطن باش هكذا ما نتعرضوش لذلك الخطوط سواء كانوا عندنا ولما كانوش عندنا لكي بدوجوه مع الحامل مع المولادة مع بساف ديال الأمور من الأحسن نعالجوهم ودائما رطبو الجسم ديالنا باش هكذا ما نتعرضوش لحتى شي مشكل حتى الجفاف راتيكون ديال البشرة باش نتفادوا هاد المشاكي الكاملة دائما كنوسيكم على الترتيب سواء اليدين الرجلين الجسم من المناطق الحساسة على الوجه دائما رطبو الجسم ديالنا باش ما يكونوش فيه مشاكي ان شاء الله وكانت هذه الوصفة راه مجربة البنات مشيت قولوا فيها المشروب الغازي كوكاكولا راه ما ناجحاش لا ناجحة مليون في المية ولكن بهذا المقدار و بهذا القوام وبهذا الشكل هذا راه ناجحة صدقوني طبقوها في الصباح بعد الاستيقاظ مباشرة إلا عندكم السمتة ديال الكرش حتى يستعملوها وطبقوها على البطن ديالكم إلا ما عندكم السمتة ديال الكرش فاخدوا غير البلاستيك الغدائي وراها يعني كما كان قولو ناجحة وإفكاس مليون في المية فوصلنا نهاية الفيديو ونتمنى أنني شرحت لكم جميع الأشياء اللي سقدروا تسولني عليهم في التعليقات وأي حاجة ما وضحتش لكم أي نقطة فمرحبا بها على الرأس العين نشكركم بدوري ونشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله